من دوبا عن معالي الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رعى معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انطلاق أعمال مؤتمر العلامة المدنية الثانية تحت عنوان توظيف الدين في صراعات سياسية في ضوء ما يشهده الدين الإسلامي من استغلال سلبي يبقيه عاجزا في كثير من الأحيان عن أداء رسالته السامية رسالة الوسطية والتسامح يجيء مؤتمر العلامة المدني الثاني تحت عنوان توظيف الدين في صراعات سياسية ليسلط الضوء على حقيقة ما تمارسه بعض الأحزاب والحركات السياسية من تحايل مدروس وممنهج على قواعد الدين النبيلة لأبعاد تراها في مصلحتها بالدرجة الأولى ومن المؤكد أن تجلب معها من فتن تصيب أي مجتمع بمقتل أشجع مثل هذه المناسبات وخاصة لما تعود على المجتمع من تآله ومحبة ووحدة وإن شاء الله تكون هناك مؤتمرات أخرى في المستقبل أن الحركات الإسلامية منذ بدايتها إلى الآن قد حصل لها تغير وتقلق وتطور جعلها تنسلخ أساساً عن بداياتها الأولى وبالتالي فإن هذا التبني الذي يجمع بين الأمور المتعارضة لا يساعدها على تقديم شيء نافع ومفيد لأوطانها ولجماهيرها ولمجتمعاتها الآن نحن نعاني من مشكلة في السنوات الأخيرة عبر توظيف سيء للدين في صراعات سياسية لذلك جاءت أهمية أن نناقش هذا الموضوع مرة أخرى عبر التأصيل وعبر مراجعة كتب التراث والتاريخ الإسلامي الناصعة التي لم يحدث فيها عبث أو تدخل من قبل منتهزين أو مغرضين امتداد ملحوظ وتوسع غير محمود لظلال الطائفية البغيضة في العديد من أركان المجتمعات طائفية أرست قواعدها الكريهة متسترة بعباءة الدين فهي منقلبت صفاء أجوائه إلى غيوم منخفضة تحول دون رؤية واقع الاعتدال الجميل الذي دائما ما ينادي به الواقع الجميل يعكر صفوه وقد يصطدم بإحدى أساليب الخطابة الدينية المسيسة التي أوعزت لنفسها أن تكون موجهة نحو إثارة النعرات والمس بتماسك الصف المجتمعي من منطلق أن لله الدين الخالص يجب أن يكون الداعية إلى الله عز وجل والكلمة التي يجب أن ينطق بها المرتبطة بالدين وهو يكون أيضا منصهر في الدين يكون توجهه خالص لله ليس لمصالحه الشخصية ولا الفئوية ولا لمطامع أخرى نرى بأن الدين هو للجميع ويتسم بخطاب تسامحي يجمع ولا يفرق هذا الدين الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو جاء رحمة للعالمين ولم يأتي لكي ينشر العنف والصراعات والإرهاب الذي نراه تتعامل به هذه الأحزاب والجماعات ورقتان نقاش تم التوغل فيهما خلال اليوم الأول لمؤتمر العلامة المدني الثاني تم حورته حول توظيف الدين في صراعات سياسية وخطر تحويل الطائفية إلى مشروعات إلى جانب محور إشكاليات التعارض بين منطلقات الحركات الإسلامية والمبادئ السياسية الغربية لتلفزيون البحرين محمد رشادت